حدثنا يحيى هو ابن سعيد حدثنا شعبة وعن فراس عن مدرك ابن عمارة عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف او سرف وهو مؤمن حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الشيباني عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمة عن سوفيانا عن الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر الاخضر قال قلت فالابيض قال لا ادري حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن عبيدي بن الحسن المزني قال سمعت ابن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد حدثنا وكيع حدثنا مسعر حدثنا عبيد بن حسن عن ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ولم يقول في الصلاة حثنا وكيع حدثنا الاعمش حدثني الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر الاخضر قال قلت فالابيض قال لا ادري حنا وكيع ويعلى هو ابن عبيد قال ثنى ابن ابي خالد وهو اسماعيل قال سمعت ابن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وززلهم حثنا وكيع عن ابن ابي خالد قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى يقول قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفى والمروة يعني في العمرة ونحن نستوره من المشركين ان يؤذوه بشيء حثنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى يقول لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه ابراهيم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد ابي خالد الدالاني عن ابراهيم السكسكي عن ابن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع اخذ شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ثم ادبر وهو ممسك كفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير قال مسعر فسمعت هذا الحديث من ابراهيم السكسكي عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتني فيه غيري حثنا وكيع عن شعبة عن عمر ابن مرة قال سمعت ابن ابي اوفى يقول كان الرجل اذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة مال ابي فقال اللهم صلي على الى ابي اوفى حثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي عفور العبدي قال سمعت ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكل فيها الجرادة حثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا شعبة وعن شيخ من بجيلة قال سمعت ابن ابي اوفى يقول استاذن ابو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جارية تضرب بالدف ثم استاذن عمر رضي الله تعالى عنه فدخل ثم استاذن عثمان رضي الله تعالى عنه فامسكت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان رجل حيي حثنا اسماعيل هو ابن ابراهيم حدثنا ابو حيان قال سمعت شيخا بالمدينة يحدث ان عبد الله ابن ابي اوفى فكتب الى عبيد الله اذ اراد ان يغزو الحرورية فقلت لكاتبه وكان لي صديقا انسخه لي ففعل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تمنوا لقاء العدو وصلوا لها عز وجل العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف قال فينظروا اذا زالت الشمس نهدى الى عدوه ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى وكان من اصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بصدقة قال اللهم صلي عليهم وان ابي اتاه بصدقته فقال اللهم صلي على الى ابي اوفى حثنا محمد بن جعفر وبهز قال ثنا شعبة عن عدي قال بهز أخبرني عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت البراء ابن عازب وابن ابي اوفى فقال اصاب حمر يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفئوا القدور وقال بهز عن عدي عن البراء وابن ابي اوفى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة اخبرني رجل من بجيلة قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى يقول كانت جارية تضرب بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر ثم جاء عمرو ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فامسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان رجل حيي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر وحجاج حدثني شعبة عن مجزأة ابن زاهر وروح قال ثنى شعبة عن مجزأة ابن زاهر مولا لقريش قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لاك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الله ذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة قال سمعت عبيدا ابا الحسن قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الارض قال حجاج ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال محمد قال شعبة وحدثني ابو عصمة عن سليمان الاعمشي عن عبيد عن عبد الله ابن ابي اوفى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئ القدور وما فيها قال شعبة اما ان يكون قاله سليمان وما فيها اخبرني من سمعه من ابن ابي اوفى حسن حجاج حدثني شعبة عن ابي المختار من بن اسد قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى قال كنا في سفر فلم نجد الماء قال ثم هجمنا على الماء بعد قال فاجعلوا يسقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما اتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم اخرهم ثلاث مرات حتى شربوا كلهم حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت عبد الله ابن ابي المجالد قال اختلف عبد الله ابن شدد وابو بردة في السلف فبعثاني الى عبد الله ابن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في الحنطة والشعير والزبيبي او التمر شكا في التمر والزبيبي وما هو عندهم او ما نراه عندهم ثم اتيت عبد الرحمن ابن ابزة فقال مثل ذلك حسن حجاج قال قال مالك يعني ابن مغول اخبرني طلحة قال قلت لي عبد الله ابن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فكيف امر المؤمنين بالوصية ولم يوصي قال اوصى بكتاب الله عز وجل حسنه شيم اخبرنا الشيباني عن محمد ابن ابي المجالد قال بعثني اهل المسجد الى ابن ابي اوفى اسأله ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام خيبر فاتيته فسألته عن ذلك قال وقلت هل خمسه قال لا كان اقل من ذلك قال وكان احدنا اذا اراد منه شيئا اخذ منه حاجته حسنه شيم اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد قال قلت لي عبد الله ابن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا حسنه شيم قال الشيباني اخبرني قال قلت لابن ابي اوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يهوديا ويهودية قال قلت بعد نزول النور او قبلها قال لا ادري حسنه ابو معاوية تحدثنا ابو اسحاق يعني الشيبانية عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهلية حسنه ابن نمير ويعلى المعنى قال ثنه اسماعيل قال قلت لي عبد الله ابن ابي اوفى اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها خديجة رضي الله تعالى عنها قال نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال يعلى وقال مرة لا صخب او لا لغو فيه ولا نصب حسنه يعلى حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطافى وطفنى معه وصل وصلينا معه وسعى بين الصفى والمروة وكنا نستوره من اهل مكة لا يصيبه احد بشيء حسنه اسحاق ابن يوسف عن الاعمش عن ابن ابي اوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار حسنه يزيد بن هارون اخبرنا اسماعيل عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطافى بالبيت وطفنى معه وصل خلف المقام وصلين معه ثم خرج فطافى بين الصفى والمروة ونحن معه نستوره من اهل مكة لا يرميه احد او يصيبه احد بشيء قال فدعا على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وززلهم قال ورأيت بيده ضربة على ساعده فقلت ما هذه قال ضربتها يوم حني فقلت له اشهدت معه حنينا قال نعم وقبل ذلك حسنه يزيد اخبرنا مسعر عن زياد بن فياض عن عبد الله ابن ابي اوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لاك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه حسنا وهب بن جرير حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن عبد الله ابن ابي اوفى وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم فأتاه ابي بصدقة فقال اللهم صلي على الى ابي اوفى حسنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبيد الله ابن ادي بن لقيط حدثنا ايد عن عبد الله ابن سعيد عن عبد الله ابن ابي اوفى قال جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصف فقال الله اكبر كبيرا وسبحان الله بكرة واصيلا قال فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل وقال من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت فقيل هو ذا يا رسول الله فقال والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه قال ابو عبد الرحمني حدثناه جعفر بن حميد الكوفي حدثنا عبيد الله ابن ادي بن لقيط لقيط عن ايد عن عبد الله ابن سعيد عن عبد الله ابن ابي اوفى مثله حثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثني مالك يعني ابن مغول عن طلحة ابن مصرف قال سألت عبد الله ابن ابي اوفى هل اوسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فلما كتب على المسلمين الوصية او لما امروا بالوصية قال اوصى بكتاب الله عز وجل حثنا ابو احمد حدثنا مصعر عن عبيد بن حساء عن ابن ابي اوفى قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد حثنا ابو نعيمين حدثنا مصعر عن ابراهيم السكسكي عن ابن ابي اوفى قالا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقالا اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فاعلمني شيئا يجزئني من القرآن قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله قال فذهب او قام او نحو ذا قال هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني او ارزقني واهدني وعافني قال مصعر وربما قال استفهمت بعضه من ابي خالد يعني الدالانية حثنا ابو نعيمين حدثنا مصعر عن عبيدي بن حسن قال سمعت عبدالله ابن ابي اوفى قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لاك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن ابراهيم الهجري عن عبدالله ابن ابي اوفى وكان من اصحاب الشجرة فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها فجعل النساء يبكينا فقال لا ترفين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المرثي فتفيد احدكن من عبرتها ما شاءت ثم كبر عليها اربع ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيلتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا ثنى الحكم بن موسى قال عبدالله ابو عبد الرحمن وسمعته انا من الحكم قال ثنى ابن عياش عن موسى بن عقبة عن ابي النضري عن عبيد الله بن معمر عن عبدالله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان ينهض الى عدوه عند زوال الشمس حثنى محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمعت عبدالله ابن ابي اوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر قال قلت الابيض قال لا ادري حثنى عبدالله حدثني ابو عبدالرحمني صاحب الهاروي واسمه عبيد الله ابن زياد اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن عبدالله ابن ابي اوفى قال بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب حثنى عبدالرزاق اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن عبدالله ابن ابي اوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر الاخضر يعني النبي ذا في الجر الاخضر قال قلت فالابيض قال لا ادري حنا يزيد ابن هارونا اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد قال قلت لي عبدالله ابن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب حثنى عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبدالله ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدمين حثنى عفان حدثنا شعبة عن علي ابن ثابت قال سمعت البراء وعبدالله ابن ابي اوفى انهم اصابوا حمرا فطباخوها قال فنادم نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور حثنى عفان حدثنا عبيد الله ابن ادن حدثنا ادن عن عبدالله ابن سعيد عن عبدالله ابن ابي اوفى قال جاء رجل النابي عنيناء ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصف ثم قال الله اكبر كبيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل فقال من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت قال هو ذا يا رسول الله قال والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب منها فدخل فيه حثنا عفان حدثنا حماد بن سلم تحدثني سعيد بن جمهان قال كنا نقاتل الخوارج وفينا عبدالله ابن ابي اوفى وقد لحق له غلام بالخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط فنديناه ابا فيروز ابا فيروز ويحك هذا مولاك عبدالله ابن ابي اوفى قال نعم الرجل هو لو هاجر قال ما يقول عدو الله قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر قال فقال اهجرة بعد هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن ابي عفور قال سأل شريكي وانا معه عبدالله ابن ابي اوفى عن الجراد فقال لا بأس به وقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكله حثنا عبدالرزاق اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن سعيد ابن جبير قال ذكرت لعبدالله حديثا حدثني عبدالله ابن ابي اوفى في لحوم الحور فقال سعيد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة